اشتركوا في القناة وملابسه تأخذ في الاعتبار مقامه ومركزه وهذا يعني عدم الظهور أو الظهور مثل أي شخص آخر ولهذا السبب اختار بعض رؤساء الدول الإفريقية على وجه الخصوص ارتداء ما يسمى بالملابس الإفريقية فقط بغض النظر عن تكلفتها فإن الرؤساء الدول ينقلون هويتهم من وراء مواقفهم هذا هو السبب في أنه يمكن التعرف عليهم من خلال ملابسهم ولقيام بذلك يمكننا الاستشهاد بالرؤساء السابقين مثل نيلسون مانديلا ولوران باكبو وجيلو لورانس وهذا ما يؤيده بطبيعة الحال رئيس جمهورية شات محمد دريس ديبي إدنو نظرا للظهور بشكل ضئيل للغاية أو تقريبا على الإطلاق في الزي الغربي كان المنطق السليم يملي على أولئك الذين حصلوا على المعلومات من ميديا بارت وسردها دون الرجوع إلى هذا النوع من المعلومات المدعومة بتصريحات غير مهذبة تجاه رئيس الجمهورية يا ترى من يقف وراء هذه الاتهامات لأنه أيا كان الجانب الذي نجد أنفسنا فيه فإن التهديدات غالبا ما تأتي إلينا من خارج الحدود لتهدد أمننا واستغرارنا ويجب علينا أن نتساءل عما إذا كانت هذه المعلومات لا تخفي أجنده المستقبل وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال